علمت الجدة سبيل النجاح دريت الصديقة وفيا الفيت الإخلاص خلق السعادة لعلك لاحظت عزيز الطالب أن هذه الأفعال عندما دخلت على الجمل الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر نصبتهما وأصبح المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثاني ننتقل إلى أفعال الرجحان أفعال الرجحان هي أفعال ناسخة تدل على الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر وعند دخلها على الجملة الإسمية تحول المبتدأ إلى مفعول به أول منصوب وتحول الخبر إلى مفعول به ثاني منصوب ومن أشهرها ضن خال حسب زعم عد هب استمع معي عزيز الطالب إلى الأمثلة الآتية النجاح سهل ظن الطالب النجاح سهلا الشمس ساطعة خلت الشمس ساطعة الغني كريم عددت الغني كريما تأمل معي الأفعال في الأمثلة السابقة اقرأ الجمل بعد حذف الفعل منها ماذا تلاحظ لعلك لاحظت أن الجمل التي دخلت عليها هذه الأفعال جمل اسمية فإذا أردنا أن نحدد المفعولين في الجمل السابقة فنجد الآتي ظن الطالب النجاح سهلا الفعل ظن الفاعل الطالب المفعول الأول النجاح المفعول الثاني سهلا خلت الشمس ساطعة الفعل خالة الفاعل تاء الفاعل المفعول الثاني ساطعة عددت الغنية كريما الفعل عد الفاعل تاء الفاعل المفعول الأول الغنية المفعول الثاني كريما عزيز الطالب بعد أن تعرفت على أشهر أفعال اليقين وعملها وأشهر أفعال الرجحان وعملها ما المعنى الذي أفادته أفعال اليقين وهل يوجد فرق في المعنى بينها وبين أفعال الرجحان أفعال اليقين دلت على معنى قلبي معنوي غير محسوس أما أفعال الرجحان دلت على معنى ظني ثالثا أفعال الصيرورة والتحويل ومن أشهرها ومن أشهرها صير جعل اتخذ ترك رد وهي التي تفيد تحول معنى الإسم إلى معنى الخبر ومن أمثلتها صير الخزاف الطين إبريقا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا رد الأمل الوجوه الشاحبة مشرقة وهي أفعال تفيد تحول معنى الإسم إلى معنى الخبر أو الانتقال من حالة إلى أخرى شكرا